عندنا بقى خبر جميل كده حاجة حلوة كده بتخلينا دايما لما نسمع الاسم ده يخلينا يعني نتبسط هنا جودة نجمتنا في كرة في تنس الطاولة وهي صاحبة التلاتاشر ربيع بتلعب دلوقتي بطولة البرتغال تحت خمستاشر وتحت تسعتاشر بتلعب في السن اكبر منهم لعبة تحت تسعتاشر وصلت فاينال فاينال والبطولة فيها كل بطولة خوية جدا وصلت فاينال وخسرت من بطل اوروبا بطلة روسيا تلاتة اتنين بعد مباراة ماراثونية كبيرة هنا جودة تلاتاشر سنة بتخسر من بطلة اوروبا تمنتاشر سنة في بطولة تسعتاشر سنة يعني حاجة يعني انجاز كبير جدا طيب بتلعب دلوقتي نهائي بطولة خمستاشر سنة بتلعب البطولتين في وقت واحد مفيش حاجة في اللايحة في تحت دولة تمنعك العب لو تقدر العب مجهود نفسي مجهود عصبي بتلعب مع لعبات اكبر منهم سنن البنت دي يا رب يا رب يا رب يوفقها مشروع نجمة عالمية يعني احنا ان شاء الله يا رب يحفظها من الاصابة وتمشي على المعدل ده البنت دي او اللعبة دي او احنا طبعا بيقولوا عنها انها بنتنا لو نجحت بنتنا تمشي بالمعدل ده لا ممكن نشوف مديليا أولمبيا على قديها تلاتاشر سنة يا جماعة لسه بسم الله ما شاء الله والاجمل من كده انها على رأس التصنيف العالمي تحت خمستاشر سنة اه زي ما بقول لكم يعني هي تلاتاشر سنة واخدت تصنيف الاكبر منها بسم الله ما شاء الله ربنا احفظك اهنا وبالمناسبة اهنا خدت وصيفة افريقيا اللي فاتت اه اه بعد ما خصت اربعة ثلاثة في المبرانة النهائية من مريم الهضيبي يعني اصدق لكم ان ده خبر دايما اخبار اهنا مفرحة وجميلة ودايما جمهور النادي اهلي بيتابعها وبينازل اخبارها والحقيقة نتمنى لها كل التوفيق وكده نكون خلصنا اخبارنا جوا النادي الاهلي جوا جدنا النادي الاهلي الحقيقة زي ما انتم عارفين الموسم لسه مابتداش لبعض الالعاب فالاخبار لسه الدنيا ما سخنتش مع الوقت الدنيا هتسخن معنا باي